بعد تفاصيل وبعد ما انطلعت عن الوطن وبعد ما اسفنا على وفاة سيدة هذي طلبت توقيف مدير مستشفى أرسلوه توقيفه اللي انه فيه غلط فيه تعليمات حتى نزيده قولك صراحة حتى وما فيهش تعليمات حتى وما فيهش تعليمات مرأة كرشها سبع شهر وفيه خطورة وفيه عمل خطر كان نعرف باللي كان بعض من طبيبات والأطباء بسبب المرض هذا غادروا المستشفيات ويجو قريل لانا فيه خطر وحنا أجلنا العمليات أجلنا العمل وقفنا العمل إذا وقفنا العمل يقص العمل في بعض الأطباء استفادوا من قلة العمل كانت من حقها هي ما تشتغل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر